الدرس الثاني الغذاء الصحي سأتعلم في هذا الدرس أن الغذاء ضروري لأجسامنا وسوف أتعلم أن مجاميع الغذاء متنوعة ما الغذاء الصحي؟ أتناول غذاء متنوعا ولا يكفي نوع واحد من الغذاء لينمو جسمي بالشكل السليم تعلمت من دروس سابقة أن المعدة تهلم الغذاء وتحوله إلى مواد أفسد لكي يستفيد منه جسمي الغذاء ضروري لجسم الإنسان ليزوده بالطاقة للقيام بفعالياته المختلفة ويساعده على النمو بشكل سليم ومقاومة الأمراض والغذاء الصحي يحتوي على أنواع الغذاء كافة التي يحتاج إليها الجسم بكميات مناسبة ما هي مجاميع الغذاء الصحي؟ يمكن أن يصنف الغذاء في مجاميع غذائية والمجموعة الغذائية تشمل أصنافا من الأغذية لها خصائص غذائية ووظائف محددة في الجسم وهذه المجاميع هي المجموعة الأولى هي مجموعة الخبز والرز مجموعة الخبز والرز وتشمل الخبز والرز والماكرونة والحبوب وهذه المجموعة تساعد الجسم على مقاومة المرض وتزوده بالطاقة المجموعة الثانية هي مجموعة الفواكه وتشمل الفواكه بأنواعها مثل العنب والتفاح والموز والرمان وغيرها وهذه المجموعة تساعد الجسم على مقاومة المرض وتزوده بالطاقة المجموعة الثالثة هي مجموعة الخضروات وتشمل خضروات نأكل ذمارها مثل الخيار والباظنجان أو جذورها مثل الجزر أو أوراقها مثل السبانخ أو سيقانها مثل البطاطة وهذه المجموعة تساعد الجسم على مقاومة المرض وتزوده بالطاقة مجموعة اللحوم وهي المجموعة الرابعة وتشمل اللحوم البيضاء كلحوم الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء كلحوم الأغنام والأبقار فضلا عن البيض وهذه المجموعة تساعد الجسم على مقاومة الأمراض والنمو وتزوده بالطاقة المجموعة الخامسة وهي مجموعة الحليب ومشتقاته وتشمل الحليب والأجبان بأنواعها والقشطة والزبدة وهذه المجموعة تساعد الجسم على مقاومة المرض والنمو وتزود الجسم بالطاقة المجموعة السادسة وهي مجموعة الدهون والسكريات وتشمل زيت الطعام وزيت الزيتون والعسل والمربيات والحلويات التي تزود الجسم بالطاقة ويمكن تمثيل مجاميع الغذاء على صورة هرم يسمى هرم الغذاء يحتاج جسمنا إلى كميات أقل من الغذاء في أعلى الهرم وهي مجموعة الدهون والسكريات وإلى كميات أكبر من الغذاء في أسفل الهرم وهي مجموعة الخبز والرز الأغذية المعلبة هناك أنواع من الأغذية تقوم المصانع بتصنيعها وحفظها في علب معدنية أو بلاستيكية أو ورقية أو زجاجية لتكون هذه الأغذية متوفرة في غير موسمها تكون الأغذية المعلبة أبطأ تلفا من الأغذية الطازجة أي أنها لا تتلف بسرعة وذلك لأنها تحتوي على مواد حافظة تعمل على حفظ المواد الغذائية لمدة زمنية أطوار هل لاحظت يوما وجود تاريخ على علب أو قنان الأغذية المعلبة؟ إلى ماذا يشير هذا التاريخ؟ حين تنتج مصانع الغذاء أغذية معلبة فإنها تضع على علبة هذه الأغذية تاريخين الأول يشير إلى تاريخ تصنيع هذه المادة والثاني يشير إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها أي أنها تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري بعد هذا التاريخ وتسبب له أمراض خطيرة إذا ما تناولها مثل التسمم الغذائي يجب الانتباه إلى تاريخ الصلاحية المثبت على الأغذية المعلبة قبل شراءها من السوق ينصح الأطباء بعدم الإكثار من تناول الأغذية المعلبة لأن الإكثار منها يضرب الصحة فهي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح أو السكريات أو الدهون أو الصبغات التي يسبب الأكثار من تناولها أمراضا خطيرة للإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر